الله ينور عليك يا باشي هو ده الشغل ولا بلاش انت مش عارف فرحتي من ساعة معرفت ان الشحنة دي وصلت بالسلامة انا ما جاليش نوم ايه السلم مش معنى عن الشحنة دي منا ياما خلصتلكو شحنات ايه المشكلة في دي يعني فيها ايه دي غريب يا لا يا باشي اصل الشحنة دي زبدة الزبت زبدة الزبت مش معه مفهمك بقول انت لازم ان تفهم دي مين انت خلاص يعني بقيت واحد مني ببقيتش اللارين الشحنة اللي انت دخلتها في شطرتك دي في اجرى صيني متهربة في لعب اطفال يا نهر ابوك ايه سود بقى هي دي البضاعة اللي بتستوردوها بالصين الله ينور عليك هو ديه اصل الشغلانة والباقي كله دموية ده انا حوديكو في ستين داهية انتو زي تخدونا اشترك في جريمة زي دي جريمة دي جريمة ايه لا سمح الله هو احنا قتلنا قتيل دي تجارة ده تهريب تهريب انت رايش يا طاهر انا كنت ايه؟ كنت يا باشي كنت انما انت دلوقتي حاجة تانية رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك وبعدين اللي احنا بنعمله ديه خير فيه ناس غلابة يا حسن باه ما بيقدروش يرفعوا رصهم قدام ميراطاتهم ورقابيتهم قد السمسمة اسألنني احنا بقى بنستورد الفياجرة دي عشان الغلابة دول يرفعوا رصهم قدام ميراطاتهم وبيوتهم ما تتخربش انت اكيد الجنانت في دماغك ما تكبرش الموضوع يا حسن باه ما تكبرش الموضوع واح سيبها بالعقل عقل انت خليت فيه عقل انتوا عايزين نخليف مبادئ ازاي؟ مبادئ ايه؟ مبادئ ايه يا حسن باه؟ المبادئ دي خلاص ما عديدش بتأكلهاش بيعها بيعها واستفيد بفلوسها بدل ما تصدي جواك وتضطر يتبيعها ببلاش بعد كده انت الزهر نسيت نفسك يا طهره مسته اني عمري ما نسيت نفسي بس الزهر ان انت اللي نسيت نسيت انك رد سكون هم موظفين ما بيحبوش بعض ما بيخافوش على بعض ان ما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض لان المصلحة واحدة حق مش عليك انا اللي استعل ضرب الجزمة اني قابلت اشتغل مع واحد وقتي زيك ماشي اني واطئ بس يكون في عيونك انت ما فيش حد حيوظفك ولا حيدي لك المرتب اللي بدهولك وخصوصا لما اعرفوا ان انت ثوابق برا الباب دي مستنيك الفقر وقلة القيمة وظل ما بيرحموش حد اسمع كلامي اسمع كلامي واني خليك تلعب بالفلوس لعب واخليك كبير والصغير يعمل لك الف حساب احسبها يا باشي بس ياريت احسبها صح حسبتها يا طاهرة مصطي وموت مجوع اشرف لي ان ابيع كرامتي الواحد واطي واسخ زيك موسيقى 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 موضوع مهم ولازم أن نتكلم فيه يحسام يحسام ماشي إيه بقى الموضوع المهم؟ كنت عارف أنك عايش كنت عارف أنها مدخلش عليك وكنت مستنى اليوم اللي أشوفك فيه عشان أقتلك هادياد وكنت عارف أننا هتجابله هاقتلك هادياد يا سنة سوخة يا سنة سوخة ما يصحش كده استهدى بالله استهدى بالله استهدى بالله إيه إيه يا حسام ده مش كده إحنا النهار ده حياتنا كلنا متعلجة ببعض عشان كده لازم نهدى نهدى ونتفاهم نتفاهم علي إيه؟ وبعدين انت يلي دخلك وسطين يا سبالة يا واطي انتو الاثنان انتو الاثنان اللي دخلتوني وانتو الاثنان استغلتوني كل واحد فيكو افتكر إنه اشتراني لكن أنا أنا خدمتوكم وبحبوكو انتو الاثنان تل ما بتحبش غير نفسك عشان كده بعتني واشتغلت مع ديابي واشتغل معاك ما تنساشي وبقى أبويا واخويا كمان وشاهد علي يا زور كلنا غلطنا كلنا غلطنا وما فيش حد ما بيغلطش وكلنا عدنا الخط ودلوقتي لازم أن نتفق نتفق؟ أيوة نتفقو أتمنى الآخرة دياب عايزي دياب دلوقتي حد تاني غير اللي كنت تعرف دياب اللي انت كنت تعرفه مات الله يرحمه ويحسن إليه لكن دياب ده واحد تاني اسمه ديابو محمود من جنوب أفريقيا زي ما بجيت انت حد تاني اسمع يا حساب مفيش حاجة تقعد على حله وإحنا كده ولا كده نحتاجين البعض يعني إيه؟ يعني ننسى اللي فات ونفتحه صفحة جديدة وإني حمد يدي ليك من سل فات ده إنت بيح بجاحة يا أخي أحسن لك تنساه زي ما أنا حنساه اسمع كلامه يا حساب دياب عايز مصلحتك أنت تخرس خورس لا مش هخرس أنا مش هخرس ويكون في علمك مشاني اللي شاهدت عليك زور وعبطت التمن اللي شاهد عليك زور زميلك الظابط حامد وعبط من دياب اشتريت حامد كمان طب والله العظيم عجبتك ملعوب يا دياب ملعوب سدجني يا حسن بي إحنا محتاجين لك وإنت كمان محتاجين لك وكله بتمن مرحب يا ماذا؟ 5 مليون جنيه عربون شاركتنا بدل ما نتجتل ونتعاركوا خلينا نستفيدوا عايزني بعد ما كنت بكافح التهريب أشتغل فيه ما انتهرفت قبل كده هرفت عشان الغلابة ولا نسيت الفياجرة واللي بيمرج الصهي يا ري بيمرج الكبيرة كمون احنا عايزين نشترو دماغك السم دي بأعلى تمن وبعاك تفكر انك بجده هتتنازل لا 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 انت شاريك وراسك 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 انت مش هتتنازل انت هتبقى جوي وحتزل كل اللي زلوك واللي بعوك اسمع كلامي وحتعيش مالك ولو ما سمعتوش ابجى خلى اخوك الصغير يديك المصروف محمد جاي ويقلي موقع أريد موسيقى 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 يا أما تصرف عليه انت موسيقى عشرين في المية من كل عملي ما تقبلش أجل من خمسة وعشرين في المية دول بيكسبوا يامل وانت أوسخ حاجة عدت علي حتى قلت كده قبل كده محدش جلي بس انا عارف فكر يا حسين فكر وعاك تغلط الغلطة دلوك ما بتنغفاش موسيقى 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 لعلو أريان دولار والبوب رجالتي وضهري وإخواتي أكده على أس أهلا نوصل موسيقى 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 يعني مع ليش كامل مش حوصيك ها شيات جهاوي وهتلوهم غدل ها نايا يلا يلا يا كامل يا متأسفين يا رجالي تفضل نتفضل نعمل ايه؟ نتكلم في الشغل ما نقولت لما نبقى لوحدنا ايه وما احنا بقى جينا لوحدنا اطلع برا طه اطلع برا ازاي ده انتو اصلا ضيوفي وبعدين انا معا برا هي خلي حسن بيه على راحته ماشي ماشي طلعت طهر ليه؟ خاين خني وخانكوا قبل كده يعني ممكن يبقى احنا الاتنين على بعد شروة بالعرب من كده ملوش امان وروحنا في ايده ما نقدرش نستغنى عنه لانه يعرف حاجات كتير قوي عنه وهنعمله معاه ايه؟ هنعمله زي الكلب السعران من وقت للتاني ينربيله حتة لحمة فيفضل تحت ايدينا براوة عليك براوة عليك يا حزن بيه احنا اتفقنا على نسبتي 25% بس ما اتفقناش على طريقة الشغل كيف يعني؟ يعني كل واحد في ملعبه حدش الدخل في اختصاص التاني انا محبش حد يفتي في شغلي بصدك ايه؟ قصد ان انت اختصاصك التعامل مع الموردين اللي برا والاتفاء على البضاعة وانا شغلي دخولي الحاجة هو البلد والتخزين والتشويل واقول امت الحاجة تدخل وامت الحاجة ما تدخلش وانت تسمع كلامه اتفقنا في حاجة تاني؟ لما يكون في حاجة تانية هقولك على بركة الله تفقنا خلاص يا سيدي البضاعة تخزنا الله ينور يا رجاني الله ينور سدك اللي جال ادي العاشة لخبازه على كده؟ احنا ممكن نكرروها وندخله بضاعة يامي لا يا خفيف الحيلة اللي بنعملها مرة ما بنكررهاش تاني ودي تعليمات حسان باشر ليه؟ ده لزوم التأمين يا تغف يعني ايه؟ ابو الليف حبيبي ملاكسي فيه دخول البداعة مصر من اختصاص حسام باشر ليه؟ يعني خلاص خلاصي واحدان التدخيل دي شغلت حسام رجالته وهم ادربين طب ديها ببيت امرنا بحاجة تانية؟ اه طب حسام بيت كان قالينا ان احنا ناخد من حضرتك الـ الفلوس الفلوس ايوه لا في ايه واحدان امرنا يا سيد فضل وصلوها الحسام باشر وانا وانا حكلمه بحينا رجالة والعلو خير ان شاء الله مبارة بوليت واحدان امرنا يا سيد قفل المغزل يلا رجالة واحدان تمام يا سيدي يلا رجالة واحدان مع وش احد طب مضلوعين خالص لحد ما ييجوا اصحاب البضاع ويستلموها فاهم ولا لا؟ فاهم يا سيدي واحدان فاهم فاهم دوليها الواحدي لعلو لعلو خير ان شاء الله كده الواحدي بتدى يصح صح الـ او من دير معقولة جارت السلاح بتطلع الفلوس دي كلها؟ اما انا كنت احبا لو انا شغال في الناص بكل ده فنان ليه في الفلوس الشمال ولا؟ واضح كده ان انا كنت غلطان يا جنرال حقك على اينا يا اسف اسفك مقبول المرادة فلوس اللي صواباك وعملت عد فيها دي وبتريلوا عليها ولا حاجة تلخمس تلاف جنيه كل واحد فيكم لسه ليه في زمتي خمسة واربعين ألف انيه يا فورا عدها وحقنا وطعبنا وشاءنا دول فيها لا انا عايز افهم لها كده هفايلنا يا برماضي مانا لو وديت كل واحد فيكم خمسين الف جنيه في يده ويودتونا في داعي اللي هيدرب بيهم واللي هروح يبعترهم على النسوان واللي هينقض بيهم في كبارين واللي هحطهم التنوي يقلدهم مرتين ثلاثة وساعتها حيبان علينا مظاهر الصراع الفاحش وهنشرف كلنا في نفس العنبر في كلاب شو أحد لو النبي تكلبوش تاني لأ والنبي عنت الحق يا كوندوان تصدق نبتوه من اينا لك هذا مش سايبين حد في حاله ماننا بتعمل بيهم يا جنرال سؤال واجئة الفلوس دي وهحط عليهم مادون هنفتح بيهم شركة الشركة دي تبقى غطة نستخبه جواه ونشتغل من خلاله يعيني عليك يا فوكسي يا جامد قوي واحدة الفلوس تولد فلوس وتبقى الحياة في البنبا بس يا عمام الشركة دي هتشتغل فيه اسهل حاجة استرد وتصدير كلنا شركة فيها بنفس النسبة بسهر خير ازاك يا عمام؟ خير يا حسين عايزي كان فيه موضوع كنا اتكلم انسى خالص الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه انا اسفر وتعدية حدودي اسفت مقبول بس انا مخلصتش كده خير عايزي ابحثنا موسيقى 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 عند الوقت بس عرفت لي الرجال هم اللي بتقدموا للستات مش كل الناس محظوظين مثلك وانتي شايفة بقى ان انا حظي حالة اذا البصل كبير حابب يشوفك فحظك حاله كتير والبواب كلها رح تنفتحلك البصل كبير شخصيا عايز يشوفني ليه شكله حابب يعمل بزنس معك معانا طب من الاولى ما تأخذنيش طبعا ديدي يعني يشتغل مع الراجل بتاعه ديال لا تيب خلاص شبع بعدين طمع كتير وعمل ونسحار نحن هلأ عم نفتش على بديل عنه اه عم نفتش على بديل وانا بقى البديل اذا نجحت بالامتحان جديد ومن بعد ما كنت عم تتقسم الرزق مع غيرك رح تكون الملك الملك السلاح بمصر اه احسان الهلالي جديد واضح انه فيهم شغل طميح ومتمكن من حاله انت متأكد من اللي عم تقوليه بعتقد انه هو افضل شخص ممكن ياخد محل ديال بمصر رديلي موعد معه وعندي بكرواتيا اوكي احسان الهلالي جديد احسان الهلالي جديد احسان الهلالي جديد انني وعتقد مفانوس وظهرتف عز النهار وخطرت النفس اكيام مش خايف الضرورة لها حكام قصد الخيانة لها حكام يا ساتر يا رب خيانة؟ خيانة مين لمين بالزبط اسمع ما تلبعش معاي من اعرفت كل حاجة وحش وحش يا ديال قصدي يا مستر ديال بالرغم من الكره اللي في قلوبنا البعض كده لله في لله إلا أني لسه عند وعدي لأن ما تعودتش أخلي في اتفاقاتي حتى مع الناس اللي ما بقبلهمش يا أخي والدليل على كده أني سرك لسه في بير وقال لك وتسلمتك للحكومة وشوغلك مع البير والبضاعة اللي بتدخلها لحسابه اللي بتسميها إيه؟ ما بتسميهاش خيالة؟ بيزنس بيزنس يا ديار بيزنس is بيزنس زي ما أنت كنت بتقصدني في سلاح بدخلولك وباخد مزبت فأولا كمان بيقصدني فبدخلوله وباخد مزبتي فيها إيه دي؟ إيه أنت بتشغل الحسابه ولا لحسابي؟ إيه دلان طقلك عائلة؟ أنا لا بشتغل لا لحسابك ولا لحسابه أنا بشتغل لحساب نفسي وأنت عارف كده كويس إنت بجده بتجسم السجمينتني وهتعص الموردين علينا والله كل شيخ ولي طريقة وإنت واضح إن انت قدمت لما أحسن طريقتك بقت قد فشل خلاص خسرت زباينة نصيح تليك بقى تقعد مع رجالتك كده وترجعوا وتشوف أخطائك فين وتصلحها إنت اللي حتقول لي أنا حامل إيه؟ أنا ما بقولكش أنا بنصحك أنا بنصحك نصيحة الوجه اللي عايزنا دخل لك سلاح؟ هدخل لك سلاح طرح ما أخد نسبيتي تلت ومتلت إنه ما بقى تحتكرني وشغل النصب ده ما يكلش معايا بعد ما مدت لك يدي وكبرت بتعض اليد اللي تمدت لك واللي خلق الخلق واللي خلق الخلق هجلب عليك شياطين الانس والجن والد الهلالي تضع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتحرق شياطين الانس عالجن ولو قطرت في الكلام هحرقك فوق البيع انت بتهددني؟ عاشا لله أنا الثاني مرة بنصحك ويا ريت تحط الكلمتين دول حالها في ودنك وما تتهورش عشان شغلاتنا دي اللي بيتهور فيها بيتعور وأنت مش حملة تعويرة وأنا صبري بتنى ينفد بتنى ايه؟ ينفد وهقلب عليك القديم قبلك جديد انا اللي هجلب عليك الجديم والجديد اسمع يا ود الهلالي الواضح ان طريقها بجا مختلف ومن النهار دي خد بالك وانت ماشي خير ان شاء الله ما حدش ضع من عمره هلقى عمرض يا دي الله يا ولد البطاش وبعد يالك تاني لو قربت مني أحرقك حلو عجبتك؟ مديني ومهابط أحرقك كاريرا يلا شباب مديني وماعمة أحرقك كاريرا أحرقك كاريرا أحرقك still وهو المحض المساعدة كاريرا أحرقك يا رجالي مش عاوز ود الهلال يطلع مني يا حي تأمين ولا لا ايو سلام ايو 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على حدود السلوم وما تنساشي حضرة الزابط ما تنساشي تسأل نفسك سؤال هو أخوك حسام دي جاب الفلوس دي كلتها من فين? انت مين يا هلا? هلو? هلو? اشتركوا في القناة 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 ابني لا ابني لا يا امان ومستعد بعد ما تولدي اخدوا ونختفي من وشك خالص لا حتشو فيني ولا حتشو فيني مش هاتموت يا ابني يا امان زي ما حرمت بنتي من ابوها احرمك من ابنك انت موخفية ايه قلتلك ما كانش عصدي ما كانش عصدي بقيت اكرهه زي ما بكرهك هاتمي الله ونعمل وكيل فيك بص يا امان حقوقك وحقوق ابني حتوصلك وعليه مرأة ترأيك بس لو قزيت ابني هدايك هدايك فكري ابني لا لو انت مش عايزاه انا محتاج له اقوم أيوا دياب دياب اللي انت فهمتني انك قتلته قلت عتب اها محمد بيه لا دي لعبة شكلكم كده مzewوا الليك وعاملينها عليه هتقول لعبة ايه افهم ايه مش انت قلتلكュ على طهر وطهردا اللي قالливо عليدي ادياب وصلت بيك الوساخة يا حساب إنك تواردت يا أخوك عشان تهرب مجرم مش وقته مش وقته الكلام ده بيقولك إيمان وشاهندة في خطر دياب خطفه أنت تخرس أنت كل المصايب دي بسببك أنا هحبسك يا طاهر ده لو عرفت تمسك علي حاجة كل الكلام ده مش وقته يا محمد شاهندة في خطر يا أخي تبا حبكت أختك خلو دياب أنتو في بينكم كلمات أختك ومرتك حدانك وولدك كمان ابني ابني زاك مالك تخلعتك ده دي مش مالتك كانت حبلة وهو ولدت على يدي والحمد لله اسمع 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 صوت ولدك اسمع 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 أيو أيو سمح اسك لبوك يا زي الجوان أنا افتحوا الباب خلو عدش وراحما اضها لا، أنا خ τις. أرى ! من resto. ايت. من الظاعت الحالي باون إطلاع، وعدها دونين. عسك quienes فعلت الله أفهم. يا حسيق! الحدي، الحدي يا حسيق! الحدي، بنقشش دون عليا حسيق! دوان أ芝ير! لو أنت ثمانين مثلك؟ دوان يا حسيق! هلو؟ شهن؟ شهن؟ أخطط التخالفنا في حسيق? يا حسيق إفضل! قطعت كلبي اسمعي ودي الهلالي زي ما قتلت أبويا وأخويا وقتلت جابر وهو برفرف فاكر ولا لا حكت لولدك حكت لولدك اسمعي ودي الهلالي اسمع 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 ابن لقوها ابن لقوها ما انك اللي انت عايزه اسمعي ودي الهلالي زي ما قتلت أبويا وأخويا وقتلت جابر وهو برفرف فاكر ولا لا حكت لولدك حكت لولدك اسمعي ودي الهلالي اسمع 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 ابن لقوها ابن لقوها مانك اللي انت عايزه اطبع اطبع اطبعك يا ديابة مطاش الله عم حمد اطبعك 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 اشتركوا في القناة 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 يا فندم اشتركوا في القناة 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 ما تطلعش منك؟ انا عارف ان انت مريت بظروف صعبة لكن ده ما يخلكش تفقد سيختك في نفسك وإيمانك بربنا ربنا ربنا سامحنا ويغفردنا جميعنا فان عارف يا رفعت ديه فان يادم منيما لما بيغلط بيقشاية الغلط في أوله بير وبيكبس على نفسه بالليل ما بيعرفش ينام لكن مع مرور الوقت بيتعود بيبقى الغلط حتة منه وما بيعرفش ينام غير لما يغضوا في حضنه ربنا سامحنا فانده وسمحكم سلام عليكم سامي بالله باشا واسفلي من النوس عين أمه الله يناور الله يناور رجالة كده باشا احنا عملنا اللي علينا مش فاضر اننا اتساوم دياب على النوس عين أمه ده عشان يعرف ان الله حق كده ويتقي ربنا وبالمرة اللي امي تعبينه عناني عارف الشرار اللي كنت معنا وشفت مع نظر أمه احنا بناخد منها ابنها بالعافية كان قلبك يا توجي قوي ياكش داول عيه وجوزة مش كفاية حرام وقلب الباشا على ابنه ياك حرام عليك حرام عليك ده عيل صغير ليه شيء زيان بقاله حرام وحرمت عليك عيشتك العين بالعين والسن بالسن والبادي أصلا والعاله الخير ان شاء الله يا باشا طبع عايز اعد لوحدي انتطرش عايز اعد لوحدي تاعبان صغير تاعبان صغير من ناس لتاعبان كبير هينعم عليكش زنب في اللابوك وهمك عملوه بس زي ما قال لعله العين بالعين والسن بالسن والبادي أصلا هاتلك مضطرة تلك عشان أقضي على ناس للبطاطشا هينعم بيقولوا التاعبين الصغيرة مابتئزيش بس مين عارف بكرة تكبر تبقى تاعبان كبير زي ابوك ونسعيتك تبقى القبر مضطرة 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 أعطيلك زماعة الابني من قبلها تلوسان ما اللي اخبطناها مضطرة 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 جميلة مستر ألبير بهيد معك حب طيب وين المدام لنشكلة؟ ممتها تاعبانا شوية ألي تعد معي ما عليش هي بتعتذر أنا بعتذف بالنيا بعد مناورين ومشرفين عارين مع مستر ألبير ها؟ عايزك تدلعهم آخر تدلع ما يغبوش على عينيك فضل يا فندي مشرفنا مناورة فضل فضل تشاهد على روحك يود الهلالة محمد أكتلك؟ ولا أكتلك أخوك في الأول؟ مالكش تدعب أخويا ديان أنا قدامك اللي عاوسة موتني 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 هاكتلوا زي ما قتلت أخويا جابر في الأول فاكر فاكر يود الهلالة فاكر فاكر يا ديان فاكر وأنا قدامك أهو أنا عايز تعملوا أميلوا في يلا ماليش لعب أخويا؟ تشاهد على روحك يود الهلالة تشاهد على روحك تشاهد على روحك تشاهد على رشانك تشاهد على روحك تشاهد حقا أكتب تشاهد على روحك أميل؟ موه! موه! مالاشا فت ... مالاشا فت ... هكتلك عادة الهلالي! هكتلك! لو كان أقرياً في عمري هكتلك! هكتلك يا! رح يحكي النحاني سبعي انت غلطانين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت ايه اللي جابك؟ مش كفايا اللي جرلنا بسببك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ سيبي يا ماما انت ايه اللي بينك وبين اللي ورفعت يا حسين؟ اللي ورفعت هو القشة اللي قطمت ضهري بعد قلم امك اللي فوقني مستقربة؟ قلمك فوقني يا ماما يومها مشيت من عندك وانا هتجنب مش مصدق انك مدت ايدك عليا وصعبان عليا بينك قوي ماشي الدنيا بتلف بايا جالي تليفون قالوا لي ان حامل اتقبض عليك واعترف انه شهد علي يا زور ابنك بريه يا ماما ابنك بريه يا ماما تستغربيش كرمتي رجعتلي تاني يا ماما تصلوا بقى من الدخلية عن طريق سادت الله ورفعت وطلبوا مني ان نرجع الخدمة مش هتحك عليك يا محمد رفضت ما بيتش ينفعه وقمت عشان نمشي حسام انا عارف ان بعدانك قصيل عشان كده عايز اساعدك واذا كنت غلطت وعديت الخطوط الحمرة ممكن تتراجع وتصلح الهرادة يعنيت كان ينفع افهمه قال خلاص خسرت نفسي وحياتي خسرت سلمة واللي في بطنها واريت على كده بس حتى ايمان خسرته خسرت ابني اللي تولد عشان يموت البقية في حياتك يا حسام لكن البقية دي لازم تكون مختلفة قد عارف ان انت مريت بتجربة صعبة لكن اتعلمت منها انجرحت لكن لسه عايش وتتنفس لكن بحكم العشرة اللي بنا مش هسمحلك تضيع حياتك انت جواخ خير يا حسام يا ابني انا متؤكد من كده مهما كان الغلط هتصلحه حتى لو قلت لساعدتك حتى لو قلت لساعدتك ان حسام الهلالي ابنك المتلميزك وظابط الشرطة هو تجري السلاح الكبير اللي مدواك وبتطوره عليه ايه؟ زي ما ساعدتك سمعت انا الكبير كان لازم اطلع الطاقة يا فندم في حاجة بحبها مش ساعدتك اللي معلمنا كده ومعرفتش هطلعها في الخير معاكم فاطلع طاعة عليكم مستحيل ايه الحقيقة يا فندم؟ وده اعتراف مني والاول مرة اقوله ومش عارف قلته ازاي ولو ساعدتك سألتني كمان ثانية من دلوقتي حقول ما قلتش وهأحلف ارفعات بيه انا ما سمعتش حاجة يعني ايه؟ تعني جاتلك الفرصة عشان تصلح على خلط مليوم مع تالتي منصور لغاية دلوقتي مش فاق بفد الموردين اللي برا مصر يا باشا بقول لساعدتك انا الشيطان الكبير والموردين اللي برا مصر اللي ساعدتك عايزهم دول سبياني زي الخاتم في صباعي اجيبهم بتليفون ساعدتك ماينفعش يا باشا لا حينفع انت لازم تغلب الشيطان على جواك وتغلب الشراطين اللي حواليك وتعمل الصح انها كان تغلب الشيطان التي تأخره مجامع وجود اتفقت ان انا اتعاون معهم علشان نوقع مردين السلاح اللي بر مصر وقعدني اللي ورفعت ان اعتبرني شاهد مالك في العضية واكتشفت ان مش عايب اننا نغلط اننا ملعب اننا نستمر في الغلط الانسان القوي يا ماما هو اللي بيحط الخطوط الحامرة لنفسه ما بيستناش حد يعلم عليه تلع كلامك صح يا ماما البطل الحقيقي هو اللي يقوم مهما وقع عشان يكسب معرضته الاخيرة بعديها يا سافرت عشان اقابل قلبيه المؤرد اللي بر مصر والحمد لله قدرت اسجله اعتراف بالصوت والصورة عشان يبقى عندنا دليل ادانة مش دكان جيو من بيع بالغطا مكانش موقف غير نجيب لستة باسماء كل المتعملين في الموضوع ده بر مصر وقوق مصر ودي قدرت اجيبها من ديدي بطريقة مش هقدر اولوكو عليها يمكن انت تاخد بالك منع محمد نعيما يا عمر الله ينم عليك يا حبيبتي يلا انا كمان بدأت حبيبه حساما حبيبي شوف اللي عشان عندنا روغ سيرفس وطلب النادار حلو انا يمكن ان تجابه انا نعف حسار انا نعف مكتب والفد المترجم للقناة 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 المترجم للقناة